السلام عليكم سأعرض لكم الآن هذه الصورة تبدو مائدة رمضانية جميلة وعادية حلويات جميلة مزينة الغرفة نفسها في الصالون فيها إضاءة وديكور جميل التلفزيون نرجد عليه أيضا أفلام كرتون كل شيء يبدو هادئا وجميلا وطبيعيا غير الطبيعي في هذه الصورة هي أنها صارت من الماضي البيت الذي ترونه الآن صار أنقاضا التي صنعت هذه الحلويات صارت الآن شهيدة الأطفال الذين كانوا يشاهدون أفلام الكرتون صاروا أيضا شهداء هذه الصورة نشرها على صفحته في تويتر مؤخرا الصحفي من غزة يوسف عمر شرف وقال هذه كانت قبل سنة فقط من الآن أما زوجته وأطفاله الأربعة صاروا الآن شهداء وبيته كله تهدم وكل عائلته زوجته وأطفاله وأمه وأباه وإخوته وأخواله كلهم صاروا شهداء وهو الآن وحيدا يتذكر هذه الآلام ولعله إن شاء الله من الصابرين وندعو له أن يثبته الله وأن يكون كل أهله قد سبقوه إلى الجنة وأن يتقبلهم الله شهداء الهدف من هذه الصورة أن أوصل لكم رسالتين أنه ما في أحد في أمان في هذه الدنيا وأن ما حدث لأهلنا في غزة قد يحدث لأي واحد مننا أي واحد في أي مكان في العالم كلنا نعرف دولنا العربية والإسلامية كم تعرضت لحروب ولمآسي ولكوارث في السنوات الأخيرة حرب الخليج قبلها حروب أيضا ما بعدها الثورات الأخيرة ما يحدث في لبنان وغزة كل بضع سنوات ما في مكان آمن حتى لو كانت بلد بعيد تماما عن الحروب قد يحدث فيها زلزال أو بركان أو إعصار حتى الدول المحايدة في أوروبا مثلا ما في بلد آمن على الإطلاق مثلا قبل غزو روسيا لأوكرانيا بشهر أحد أصدقائي من روسيا قال لا تعال ندخل في استثمار في روسيا هو تاجر ورجل أعمال هناك هو نفسه ما كان يخطر على باله أن يحدث ما حدث ودخلنا في مشروع والحمد لله ربنا أنقذنا بعدين فقبل شهر ما أحد كان يخطر على باله هذا الشيء بعد شهر صارت حرب وحتى الآن مستمرة والكثير من الكلام على أنه قد تحدث حرب عالمية قد تشمل كل أوروبا أوروبا نفسها لو عدت إلى تاريخها قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي بعدها أيضا قبلها بشهر بشهرين كل شيء على حاله الناس في المطاعم والكافهات المسارح دور الأوبرا المراقص والملاهي طبعا كل شيء على حاله حياة طبيعية في كل شيء والناس عايش في أقصى درجات الرفاهية ثم حدث ما حدث وكادت أوروبا أن تباد وتمحى من الخريطة مع أن العديد من المدن فعلا دمرت تماما وأعيد بناؤها خلاصة الكلام ما في مكان آمن وأنا أعرف الكثير من الأصدقاء والأقارب في عدة الدول العربية قبل الثورات والحروب التي حدثت في أيامنا وفي جيلنا كانوا يعيشون أيضا نفس الرفاهية نفس الاستقرار نفس الأمان والطمأنينة ولا أقول كانوا في بدخ ما أقول كانوا في حالة عصيان مثلا أو بعيدين عن الله حياة طبيعية كحياة أي مسلم أنعم الله عليه بحياة جميلة وهادئة ثم في يوم كل شيء تغير وهذا حال الدنيا هذا ما يجب أن يكون عليه المسلم دائما أن يكون مستعدا للموت على الصعيد الشخصي في أي لحظة لأن ملك الموت سيأتي في أي لحظة هذا معروف لكن الأسوأ والأصعب والذي قد لا نحسب له حسابا هو أن الأمة نفسها أو شعب لمكان معين هو الذي قد يتعرض لكارثة كبرى بحيث لا نموت فقط وهنا من يستشهد في هذه الأماكن خير له من أن يبقى حيا طبعا وأهلهم الذين يبقون أحياء هم الذين يتألمون ويبقون في الذكريات السيئة وفي المعاناة معاناة الحرب نفسها والجوع وذكريات خسارة أحبائهم أما الذين استشهدوا فهنيئا لهم نرجو فقط أن يقبلوا شهداء لكن الكارثة هنا هي أنه قد لا يستشهد أهل هذه المدينة من هذه الكارثة ولكن يتعرضون للمجاعة للتشريد للفقر لكل المآسي الأخرى فالمطلوب أن نظل متذكرين دائما أننا في دار ابتلاء ليست دار بقاء ليست دار تمتع أصلا نعم نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولكن نتذكر في كل لحظة أنها دار ابتلاء وامتحان ونكون قدر المستطاع مستعدين لما قد يحدث في أي لحظة لذلك الأصل اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم الرسالة الثانية لا يكفي فقط أن نتذكر أهلنا في غزة قدر المستطاع من استطاع أن ينفق وأن يتصدق وأن يتحرى طبعا قدر الاستطاع أن هذا المال سيصل إلى أهله إلى المستحقين في غزة هذا واجب طبعا وحتى أيضا اللي عليه زكاة هذا أولى مصارف الزكاة حاليا وفوق ذلك نستمر في الدعاء في كل وقت ونتحرى مواطن إجابة الدعاء عند الإفطار في آخر الليل وقت السحور وفي كل رمضان طبعا الآن الأبواب مشرعة أبواب الرحمة وأبواب السماء فنستمر في الدعاء لهم وعلى كل من منعنا عن نصرتهم حكام العرب أنفسهم أولا وحكام الدول الإسلامية قبل غيرهم كل واحد منهم مسؤول وفي رقبته دماء هؤلاء الناس وفي رقبتهم أيضا دماء أهل سوريا والبلاد الأخرى التي أيضا ذبحت أمام الناس وأمام الكاميرات والكل كان يتفرج ولا ننسى أيضا نستمر بكل أدوات الضغط بالنشر على تويتر وكل وسائل الإعلام هذا غير كثيرا ونستمر نذكر أن هذا حتى لو على الصعيد الشخصي لبعض الناس الذين آمنوا الآن بالإسلام بعد اكتشافهم للحقيقة هذا بحد ذات إنجاز ولكن أيضا يؤدي بالتراكم إلى ضغط إضافي على صناع القرار وهذا قبل صناع الرأي لما الكثير الآن من المشاهير والمؤثرين حتى لو كانوا على صعيد مطربين مثلا مغني راب كان يتكلم الأمس بكل صراحة قبلها الكثير من الرياضيين يتحدثون بكل صراحة أنه ما يحدث في غزة وإبادة جماعية ولا ينبغي لبلادنا يعني للدول الغربية وأمريكا تحديدا أن تدعمهم بالسلاح من وراء هذا الضغط البرلمان الكندي أوقف أيضا بيع السلاح لهذا البلد هناك تغير كبير وإسرائيل تصرخ وقادتها يصرخون كل يوم ما يحدث غير متوقع لم نتوقع أبدا أن يخرجوا العالم عن سلطتنا هم من يملكون المال هم من يطبعون الدولار هم من يملكون البنوك في العالم وسيطروا على العالم من مئة سنة الآن كل هذا بدأ يتغير فنستمر نستمر نستمر دائما في التوعية وما يفعله الشباب الصغار في المقاطعة وفي تغيير الرأي بالتغريدات بأي شيء هذا كله يؤثر وفي التراكم يؤثر هم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالتراكم وبالحرص وبالتآمر وبإيمانهم وثقتهم بأنفسهم أنهم قادرون على أن يحكموا العالم وعددهم كم عددهم يعني الآن بعد الحصاءات تقول 14-15 مليون على مستوى العالم لكنهم سيطروا على مواطن القوة في العالم ونحن كعدد مليار وربع مسلم تقريبا أو أكثر فلا نيأس ولا نضعف ولا نفقد ثقتنا بأنفسنا والدنيا دوارة كما يقال الأيام دول والمسلمون تعرضوا لعدة مراحل كانوا أضعف فيها مما هم عليه الآن ثم عادوا واستيقظوا ونحن إن شاء الله نشهد ببادر الآن وأيضا نقطة ختامية لا تستبعدوا أن هذه الأمة التي تبدو الآن نائمة أن تستيقظ في أي لحظة كما حدث لما استيقظت بعض الشعوب وثارث ضد الأنظمة في 2011 في دول ما كنا نتخيل أنه يستطيع فيها أحدا يقول للظالم أنت ظالم فخرجوا في الشوارع وفي الجامعات وفي المساجد وعلى الملأ يقولوا نريد أسقاط النظام لأنه ظالم وقاتل ففي أي لحظة قد تستيقظ هذه الشعوب وفي إحداث قد تكون أصلا لا تخطر على البال لذلك نستمر في إحياء هذه القضية في قلوبنا وفي الدعوة إليها ونصرتها في كل وسيلة ممكنة وكما قلنا نستمر في الدعاء لأهلنا المنكوبين وضد كل من منعنا عن نصرتهم شكرا لكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم ولا أصابكم بمكروه والسلام عليكم ورحمة الله